السلام عليكم ومرحبا بجميع الإخوة في هذا الفيديو الخاص بالمونتخب الوطني المغربي بمستقبل الأسود من بعض القرار الرسمي دي الكاف اللي هو تأجيل كأس أمم أفراقية إلى غاية يناير 2022 من خلال هذ الموضوع هذا اللي طرحت السؤال في الانستغرام لشن هم الأولويات اللي عند المونتخب الوطني المغربي خصو يخدم عليهم واش تشبيه بالمونتخب الوطني ولأنه يخدم على نفس المجموعة ويكون عنده الإنسجام كيف ما شفنا أغلب الأجوبة دي للإخوة اللي كان إجماع أو 75% اللي هي الأغلبية كيشوفوا بأنه أصبح من الضروري من بعد كي إن واحد المسافة كتفصلنا من دابا حتى الكارد دي للـ 2022 ضرورة مليحة أنه المونتخب الوطني المغربي يعتمد على التشبيب حتى أنا في الرأي دي اللي الغادين طرحوا بزاف دي التفاصيل في هذا الفيديو هذا فكان مشي في الطرح دي لأن المونتخب الوطني المغربي يعتمد على التشبيب لكن باش ما نهضره السطحية نمشي للعمق دي لهاد الموضوع هذا نمشي للمعطيات المونتخب الوطني المغربي المعدل دي الأعمار دياله الحالي عندنا لاعبين اللي بزاف كبار في السن اللي هما تسعود دي اللاعبين اللي كبار في السن أغلب هم لاعبين اللي فاتوا 31 سنة للعدد ديالهم سبعة اللي هو مشكل عند المونتخب الوطني المغربي غد يخلينا حالياً نحن عندنا معدل دي الأعمار اللي هو 28 سنة في واحد مرحلة انتقالية اللي هي يالله البداية دي المدرب جديد مع المونتخب الوطني المغربي وكي تصادف مع معدل الأعمار اللي طالع اللي هو 28 سنة معدل اللي طالع بزاف فالمونتخب الوطني المغربي بمعنى هذا أنه من هنا عامين اللي كان 2022 المونتخب غد يكون آنذاك المعدل دي الأعمار دياله ديالنفس دي المجموعة هذه اللي حفظنا عليها 30 سنة ومعدل أعمار دي المونتخب عنده 30 سنة فهو عمر اللي كبير بزاف مقارنة مع المونتخبات اللي كتكون كتنافسنا المونتخب الوطني المغربي باش نحطكم علما اللاعبين اللي عندهم أكبر سن في المونتخب الوطني المغربي اللي هم السبعة مونير المحمدي 31 سنة يونس عبد الحميد 32 سنة عادل تعرابت 31 سنة فيصل فجر 31 سنة نور الدين أمرابت 33 سنة ويوسف العربي 33 سنة وأكبرهم سنا وهو نبيل ديرار اللي عنده 34 سنة يعني من فارق كامل كنشوفو هاد المعدل دي الأعمار دي اللاعبين ديالو كيبير بأنه المونتخب الوطني المغربي غاد يوقع في واحد مشكل اللي هو نهاية جيل وحنا باقي ما بديناش اللعبو على الكان ده بحالي يالله باديين وعندنا معدل دي الأعمار اللي وصل الـ 28 يعني غاد يتخدم عامين مع هاد المنتخب هذا غاد يوصل الكان ولو أنك توصل وتربح في المبارد دي الإقصائية وتوصل تقدر تطح في جوج دي المشاكل الأول المشكل وهو أنه اللاعبين اللي عندك مثلا نبيل ديرار 34 سنة من لا يوصل الكان ديال 2022 غاد يتكون عنده 36 سنة نوردين أم رابط ويوسف العربي غاد يتكون عندهم 35 سنة يعني ربما أنهم اللي توصل الكان اللاعبين ما يكونوش عندهم فرق اللي كوقعوا لهم أو أنهون قدروا نكونوا ملقا ما عندهمش الجهيزية اللي يفيدوا بها المنتخب الوطني المغربي وإحنا نكونو في حاجة اللاعبين دولي يقابة دنيا قوية بحكم أن الكان غاد يتلعب في واحد البلد اللي صعيب في المناخ دياله اللي هي الكاميرون المنتخب الوطني المغربي المشكل اللي يعني منه وهو المدرب غاد يبقى كل مرة كيبدل اللاعبين اللي كبار ومشاول اعتزال بلاعبين شابه هنا المنتخب الوطني المغربي ما غاديش يستقر على تشكيلة وحدة في كل مباراة وكان عارفوا تواريخ الفيفا كيكونوا بعادة على بعضياتهم ونقول لي وفي كل مباراة كنشوفوا منتخب دخل بتشكيلة جديدة وهنا المشكلة اللي يلقا ودي العدم الانسجام والانسجام كيكون سابب رئيسي في النتائج ديال المنتخب أو أنه غادي يكمل بنفس المجموعة ولو اللاعبين غادي يكون عندهم معدل عمر اللي كبير بزاف ولكن من بعض الكان غادي ينطيحوا في وحدة الكبوة كبيرة بحل اللي وقع مع المنتخب الوطن المغربي الحقبة دي الارفيرونار وصل المنتخب الوطن المغربي لديروا دي الأداء دياله والتألق دياله ولكن ماذا بعد من مورها طحنا في الكبوة بسبب أنه البيلي دي الفرقة كانوا لعابا الكبار اعتاز له مجبارين أنهم يعتاز له بسبب تقدم ديالهم في السن كوراويا فاعتاز له واللي يندرنا البناء من الصفر يعني حتى هاد الحقبة هدي لمعرفناش ندبرها بشكل اللي عقلاني وبطريقة اللي نحتارفو فيها في التسير ديالنا من دابا قبل ما نوصلوه نبدأوا عديك الساعة كل شيء يبقى بك وكان عرفوا السيناريوات اللي كيخرجوه هاللي كيقول لك اللعابة ما داروا الجهدهم هاللي كيقول لك وفرنا لهم كل شيء وما كينوال وهاللي كي يتهم المسيرين بأنهم نفقوا الفلوس في غير المحل لها دابا خصدناسي هاد روع لأن المنتخب الواطن المغربية من دابا توضعلي الخارطة للطريق اللي مشي عليا واحسن خارطة للطريق وهي اول حاجة تكون عندها علاقة بالله ديال اللاعبين الحقبة المدريب الجديد ديال منتخب الواطن المغربية واحد خالي لزيتش نقارنوها بالحقبب الايروQué البيضاية اللي الخالي CU الفرنسي البيضاية چقدان خاليуч الكبير بمعنى عنده بزاف دي اللعبة الكبار فى اللاج وكاين الحقبة دي المدرب الاخر الفرنسي ر فيرونار للبداية دي سنان انا دك كان هو مبارك Bom Over dressed by Awesome أنا ذاك بوصوفة كانت عنده 32 سنة كمعدل أعمار اللي كان عند إيرفيرونار كان هو 25 سنة و 3 سنوات اللي خدم معنا إيرفيرونار واشفن المنتخب حيض بزاف دي العقد مباشرة وغير مباشرة مباشرة وهي أنه ربحنا منتخبات اللي معمرنا ربحناهم في المصار الكوراوي دي المنتخب الوطني المغربي وكذلك أهداف اللي كنا حققنا هي أننا وصلنا للمونديال من بعد ما غبنا عليه 20 سنة وصلنا بوحد الرقم الكبير اللي هو المنتخب الوحيد في إقصائية كأس العالم اللي وصل للمونديال وما تمرك عليه حتيش يبيت في الإقصائية المباشرة وهذا رقم اللي كيبيل الخدمة اللي وصل لها إيرفيرونار مع المنتخب الوطني من بعد ما بدأ المنتخب كيلعب بنفس المجموعة بحكم أنه عنده أريحية في معدل أعمار دي اللاعبين يعني ما كينش لعب اللي يعتزلوا عن مقارب بقى خدام وكان نتيجة كانت كتبان في الأداء دي للمنتخب الوطني المغربي اللي في الآخير بان بأن المنتخب عنده لمسة داخل قرر الصمراء أي واحد كان يشوف بأن المنتخب ولا تعنده هيبة والهيبة دياله راجع الانسجام اللي كان عند المجموعة بحكم أنه بخدموا ثالث سنوات متتالية بنفس المجموعة وهذا علاش وصلوا لهذه النتيجة هذي ومن المنتخب الوطني المغربي وصل للدروة دي الأداء دياله وكانت هي النهاية دي الجيل اللي اعتبرناها النهاية دي الحقبة دي البوصوفا بن عاطية داكوسطة الإحمدية إلى آخره فآن ذاك المنتخب الوطني المغربي كانوصل للمعدل ديال الأعمار دياله 28 سنة يعني إحنا سالينا في 28 سنة معدل الأعمار حالياً غادي نبدأ مع المدرب الجديد خاليلوزيتش بمعدل دياله 28 سنة هنا كبار الخالل ومن غير المعقول أنه تبدأ بمنتخب المنتخب وما زال كاس مبعدين في نهاية 2022 أتبدأ بمنتخب اللي بها دلاج هذا فمستحيل أنك غير يتحقق النتيجة اللي انتبه غير يتحقق بلاعبين اللي يتوصل المرحلة للتنفس العالي هم لاعبين اللي متقدمين في السن إذا شن هو الحل الحل من وجهة النظر رضيالي وهو أنه خاصنا ولابد نشوفه ما كامل خلل اللي عندنا في المنتخب الوطني المغربي يعني الأماكن اللي فيهم لاعبين اللي عندهم واحد السن اللي متقدم كل ما نقصنا لاعبين اللي عندهم سن متقدم من المنتخب الوطني المغربي بشرط يكون عندهم لاعب أفضل منهم في المستوى أو كيماتلهم في المستوى دي الأداء وكي صغر سنا على هاد اللاعبين هدو هنا غد نكونوا كان صلحوا تركيبة دي المنتخب الوطني المغربي شوية بشوية كان عوضوا لاعبين اللي أشرفوا على النهاية دي المشور الرياضي ديالهم بلاعبين اللي يمتعطشي للنتائج ومتعتشين أنهم يرسموا واحد لما صار كوراوي ديالهم بالرغبة اللي عندهم حكم أنهم يلا بادين اللي غادي نشوفوا الأسماء اللي ممكن أنه يعتمدها المدرب ديال المنتخب الواطن المغربي حاليا ويعوض بها لاعبين اللي ما كيقلوش عليهم في الأداء في اللاعبين اللي ممكن أنهم يكونوا قربوا يساليوا المشوار الرياضي دياله مع المنتخب مونير المحمدي واحد وثلاثين سنة لكن الكل كيجتام على أنه الحارس كل ما تقدم في السن فقط يكون كيلعب مع الفرقة دياله كرسمي كل ما كيزيد يعطي العطاء دياله الأكثر فعالية بمعنى أنه الحارس كيختر الحارس كل ما كبر كيولي المستوى دياله مزيان كتزادوا التقيقة كتزادوا الرزانة وكتزادوا التجريبة بحكم أن المجهود البدني دي الحارس المرمى داخل المباراة ماشي نفسه هو الأداء اللي كيكون والمجهود اللي كيكون عند لاعب في باقي المراكز الأخرى بينما اللاعب الآخر اللي عندنا يونسع بالحاميد اللاعب اللي عنده 32 سنة نشوفه في التعويض دياله ديال اللاعب أقل منه سنن ولكن ما كيكونش أقل منه في المستوى نشوفه في المنتخب الوطني المغربي اللاعب اللي قادر أنه يعوض يونسع بالحاميد نشوفه عندنا جواد لياميق وكذلك بضربانون اللاعب اللي مازال صغار وباقي أنهم يعطيوا للمنتخب الوطني المغربي الشيء الكتير وحتى المستوى ديالهم مستوى اللي مزيان نمشي ولمركز آخر اللي هو نابيل ديرار 34 سنة ما بقعتش عنده فرصة الآن باش أنه يكون كرسمي في المنتخب الوطني المغربي أنا مشي ضد نابيل ديرار ولكن ضد أنه المنتخب الوطني المغربي يبدأ كي يعتمد على اللاعب اللي كبر في اللاج وفي ظل أنه كي الخالف اللي كي البديل اللاعب اللي صغار في اللاج ومستوى ديالهم بزيان اللي نذكره هنا اللاعب أشرف حاكمي وحتى اللاعب النصار المزراوي اللي قادرين أنهم يعودوا اللاعب نابيل ديرار وتم التعويض ديالهم في بزاف ديال المباراة لدى اللاعب هذا وبينه على المستوى الكبير دياله وسط الميدان عادي لتعرابة 31 سنة تعويض دياله كرجو الرابط حاليا باللاعب ساليم أملح اللاعب ديال ستوندارد وليج 23 سنة المستوى دياله هائل وشفناه في المباراة ديال بوروندي وكذلك موريطانيا خاصة من اللاعب كرجو الرابط بيان على المستوى دياله اللي مزيان الحمد لله أن كريم الأحمادي تم تعويض دياله باللعاب للمستوى دياله مزيان وبقي صغير اللي هو اللاعب سوفيان أمره ب23 سنة اللاعب فيصل الفجر هو 31 سنة هو يونس بلندا اللاعبين اللي بجوجهم فربما في النهاية ديال المشوار الرياضي دياله يونس بلندا أقل سن من اللاعب فيصل الفجر ولكن حتى هو في النهاية ديال المشوار الرياضي دياله أحسن خالف غادي يكون هو آمن حريط لاعب اللي مازال صغير وقدر يعطي الإضافة في الوسط الميدان دي المنتخب الوطني المغربي كيبقى عندنا نوردين آم رابط ويوصف العربي 33 سنة لهذه اللعابة بجوج أحسن خالف اللي ممكن أنه يكون لنوردين آم رابط هو اللاعب الإدريسي اللاعب دي الأصيدة الكمار اللاعب اللي قادم بقوة المسوء الكبير اللي يقدم في الدورة الولندي كيبين بأن اللعاب خاص وفرصة في المنتخب الوطني المغربي غادي يكون خير خالف لللاعب نوردين آم رابط وحتى السوفين بوفال اللاعب اللي مازال صغير غادي يقدروا أنهم يعوضوا هاد اللاعب هذا لاعب يوسف العربي اللي ضعنا فيه في الحقبة دي الأيرفيرونار بحكم أنه ما كانش داخل لي في المنظومة ديالو كين تعويد ديالو بلاعب اللي صغير اللي هو يوسف النصيري ولكن بزاف دي المغاربة ما كيتتافقوش على أنه يوسف النصيري هو هاداك البروفيل اللي خاص لمنتخب الوطني المغربي كهداف وبالتور اللي يمشي يترجم المحاولة دي المنتخب المغربي الاهداف كين لاعب اللي هو عبد الرزاق حمد الله اللي عنده تسعود وعسرين سنة وقادر أنه يعطي واحتى للكان ديال الفين واثنين وعسرين غدا تكون عنده أنا داك وحد وثلاثين سنة فقادر أنه يعطي وكين الآن بزاف ديالإخوة غادي يشيون في بالهم واش عيب يكون عندنا لعبة الكبار في المنتخب واش ماشي مشكل أنه يكون عندنا الفارق كامل لعبة الصغار واش هذي مشي مغامرة بحكم أنه النج والخيبرة ما تكونش عند لدي اللعبة هادو فأهم حاجة في كرة القدم هو أنه يكون عندك أغلب اللاعبين صغار والبيلي ديال الفارقة يكونوا ضيمنهم لعبة الكبار اللي هما غادين يكونوا على شكل هو العمود الفقاري ديال المنتخب الحمد لله كين اللعبة الكبار وبدو مستوى اللي مزيان وقدر أنه يعطيوا الإضافة حتى المنمور الكاندي الالفين واثنين واثنين وعسرين اللي هو مونير المحمد اللي هضرنا عليه لاعب رومان سايس 30 سنة باقي اللعاب يعطي اللاعب اللي خاصة تعود دياله في هاد الحقبة هذي صعيب بحكم أن المستوى دياله كيشفع عليه على أنه يكون كابيتان دي المنتخب الوطن المغربي حاكم زياش 27 سنة حتى هو يكون من ركائز الأساسية دي المنتخب الوطن المغربي فالكان ديال الفين واثنين 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 غاد تكون عنده 29 سنة إذن عندك مونير المحمدي سايس واللاعب حاكم زياش غاد يكونوا هما البلي ديال الفرقة هما اللي يحضنوا المجموعة هما اللي يكونوا القائدين ديال المنتخب الوطن المغربي داخل الملعب هما اللي يقوموا بالدور ديال أنهم يحاولوا أنهم يتعاونوا مع المدرب ويحاولوا أنهم يخلوا المنتخب الوطن المغربي لحمة واحدة متجانسة باش المنتخب الوطن المغربي يكون عنده عنصر ديال الشباب ولعنصر ديال التجربة لكن التجربة غاد تكون بإضافة مش فقط تجربة اللي غاد تكون في مقاعد البودلاء اللي غاد تشكل لنا مشكل في المستقبل ديالأسود إذن هذا هو الرأي ديالي المصحوب بالمعطيات اللي ذكرت المنتخب الوطن المغربي ولا بد أنه يفكر في التشبيب من ذهبه من حد باقي عندنا الوقت دي الخدمة ماشي حتى نوصله للتنافس عاديك الساعة نبقى ونبكير ونشكيه كيف ما كان عارفه دائما كي وقع علينا من بعد كل إقصاء دي الشي تظاهرة كنتمنى إن شاء الله النجاح للمنتخب الوطني المغربي قبل ما نخرجه ونحبسه هذا الفيديو هذا كنتمنى أنك تعطع الرأي دي لك في هذا الموضوع واش نتمنى مع تشبيب دي المنتخب ولا نبقى وخدام مع نفس الجيل حتى نوصل للكان دي الـ 2022 لا يكون في الكاميرون إذن ما بقى لي إلا نودعكم كان معكم محمد الحجوي من قناة منتخب فانز أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله